اشتركوا في القناة وها نحن نراك والحمد لله جالسا في شيء من العافية التي نرجو الله أن تزداد يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ودقيقة بعد دقيقة فهل لا اتحفتنا يا شيخنا حفظك الله بموعظة تفيد منها الأمة كلها ومن كان على منهج الكتاب والسنة بخاصة منها لتبقى مصطورة في سجل الزمن كلمات مسموعة وحروف مكتوبة ومعاني متلاحقة لا يكونوا إلا لمثلها إن كان هناك مثلها وقع على قلوبنا وجزاك الله خير إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يأذي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إذا الله وعنه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فوصيتي لكل مسلم على وجه الأرض وبخاصة إخواننا الذين يشاركوننا بالانتماء إلى الدعوة المباركة الدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أوصيهم ونفسهم بتقو الله تبارك وتعالى أولا ثم بالإستجادة من العلم النافع كما قال تعالى واتخوا الله ويعلمكم الله وأن يقرنوا علمهم الصالح الذي هو عندنا جميعا لا يخرج عن كونه كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أن يقرنوا مع علمهم هذا والإستجادة منه ما اصطفاه إلى ذلك السبيل العمل وأن يقرنوا عن خط السلفي بأمور كثيرة وكثيرة جدا يجمعوا كلمة الخروج على المسلمين وعلى جمعاتهم وإنما نأمرهم بأن يكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وكونوا عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى وعلينا كما قلت في جلسة سابقة وأعيد ذلك مرة أخرى وفي لعادة إفادة وعلينا أن نترفق في دعوتنا المخالفين إليها وأن نكون مع قوله تبارك وتعالى دائما وأبدا وضعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأحق من يكون باستمالنا له أو معه هذه الحكمة هو من كان أشد خصومة لنا في مبدأنا وفي عقيدتنا حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي امتنى الله عز وجل بها علينا وبين ثقل سوء وسلوب الدعوة إلى الله عز وجل فأرجو من إخواننا جميعا في كل بلاد الإسلام أن يتأذبوا بهذه الآذاب الإسلامية ثم أن يتقوا من وراء ذلك وجه الله عز وجل لا يريدون جزاء ولا شكور ولعل في هذا القبر كفاية والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر